دايماً وإحنا بنتفرج على الإنترو بتاعة الحوار في سادسة برجع بشريت زكريت يعني طويل جداً أفتكر أجيال وأفتكر أسماء وأفتكر نجوم محفورين في قلوب وعقول كل الأهلوية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وزي ما قلنا في بداية الحلقة هدخلين على أسبوع المنتخبات الوطنية عندنا مواجهتين المنتخب الوطني الأول مع توجو مواجهتين مهمين لأن احنا حطنا نفسنا في خانة اليك زي ما بيقولوا يعني احنا بعد جولتين مع جزء القمر وكينيا خدنا نقطتين وبالتالي موقفنا في المجموعة مش قوية قوي بس لأسف موقفنا برضو مش كويس قوي احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده على كل الأحوال مواجهتين توجو يحسنوا بشكل كبير جداً في حالة إن شاء الله لو فوزنا موقف مصر أو صدارة مصر من المجموعة ومننساش كمان منتخبنا الأولمبي ولادنا الحقيقة اللي شرفونا في كاس أفريقيا ووصلوا معنا لأولمبياد توكيو عندهم مطشين تقال جداً والمنتخد ده أنا مستفشر بيه خير الحقيقة مع كابتن شوي غريب هيلعبوا برازيل وهيلعبوا كوريا في الفترة اللي جاية خلونا نتكلم على مشوار المنتخبين مع واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر وضفنا طبعاً في السادسة كابتن مهر همام أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك زكا حتى نتفاق بيك دايماً كابتن مهر لما تشرفنا في الستوديو يا رب دايماً إن شاء الله طبعاً هنتكلم طبعاً لازم نعدي عليها بس خلينا نبتدي بمنتخب الأول وزي ما كنت بقول مواجهتين يعني إحنا طبعاً المجموعة بتاعتنا ما ننتخدش إن فيها منتخبات من العارض ييل معنا جزر قمر معنا كينيا معنا توجو الكرة في أفريقيا تغيرت كل حاجة وما فيش منتخب بقى صغير الكلام ده عظيم جداً بس في النهاية مصر ترتيبها التالت ورصدها نقطتين شايف المواجهتين مع توجو إزاي وهل بتشوف إنه إحنا داخلين على مواجهتين صعبين ولا كل شيء في المتناول وتحت السيطرة بص يا أحمد هو أولاً طبعاً المنتخبات الجزر قمر وكينيا وتوجو مش مصنفة بشكل كبير لكن دي مشكلتنا إن إحنا تملك معها عدم التصنيف الأمور بتصعب بشكل كبير جداً منتخبنا يعني تملك بيتعطل مع الفرق دي بشكل كبير نتيجة إحساسنا إن يعني مش هي دي الفرق اللي طبعاً اللي لها بقى كبير أو لها أسماء زي ناجيريا أو زي غانا أو زي الكاميرون مع الفرق الكبيرة دي بتبصت لقي منتخبنا بيقدم شكل كبير جداً التركيز بيزيد الأداء النتائج وانا ينفع كابتن مارا أشوف المنتخب بيقدم عروض أقلم العروض اللي بتقدمها الأندية يعني منتخب مصر بالقمشة كبيرة جداً لعبة الأهلي ولعبة الزمالك ولعبة الإسماعيلي وبرامد وغيرها وغيرها والمحترفين كمان معهم اللي ما شاء الله في أندية تقيلة نحن نكلم على خمسة بس في الدورة الإنجليزية ينفع أحس أن المنتخب بيقدم كورة أو بيقدم عروض أقل من الكورة اللي بيقدمها نادي الأهلي أو نادي الزمالك لا أكيد منتخب دي أعلى حاجة يعني دي أعلى محطة بالنسبة للكورة المصرية عاز أقول لك أن بعد كاس العالم يحمد حصل حصل الضروب ده يعني الحالة النفسية اللي كانت عليها اللعيبة الإخفاق اللي حصل لها كاس العالم ولا خروج من كاس أفريقيا هنا على فرصة تغيير الأجهزة الفنية على اللعبين برضك يمكن كان لها دور مؤثر بشكل كبير زي أقول لك الحالة النفسية والدوافع اللي كانت عند منتخب مصر بعد كاس العالم وبعد كاس أفريقيا ما كانتش الحالة اللي احنا كانت نتمنها من لعبتنا في المثابتين دول بالذات لكن طبعا مباراة يعني جزر الأمر وكينيا ما كانتش برضك بالمستوى اللي لسه احنا وصلنا له عاز أقول لك أن كانت ظروف بقى طبعا الدنيا كانت وقفة والمنتخب ما كانش خاد الإعداد الأمثل بنسباله طبعا تحت كيادة كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري من المدربين اللي عندهم خبرة كبيرة جدا في المحطات إذا كان داخل مصر مع النادي الأهلي أو خارج مصر مع المحطات اللي يشتغل فيها في ليبيا أو في الدور السوداني فعاز أقول أن حسام من المدربين وجهازوا الفني طبعا من المدربين الواعدين ومن المدربين عندهم طموح بشكل كبير جدا وحسام مستو أنه هو تمالي بيشتغل عنده في شفافية وعدالة في التوزيع لجميع اللعبين حتى في الاختيارات اللي هو اختارها حسام اختار جمع بين الخبرات اللي موجودة في اللعب المحترفين اللي في خارج مصر على رسول طبعا حجازي وصلاح والنيني ودول من مستلولنا قوة كبيرة جدا في نفس الوقت يمكن اللي حيساعد منتخبنا خلال هذه الفترة إن شاء الله بالفوز على توجه في المباريتين أداء القرى المصرية من خلال الأهل وزمالك أحمد نشاف إن مشوار الأهل وزمالك في بطولة أفريقيا ومستوى اللي وصلوا لي وبرامدز ما أقدرش باردواني حدر موصل نهاية كونفترولايب يخدم كابتن حسام يفرق بشكل جديد على الرغم كابتن مار نحن نتكلم أن الجولتين الأولانين اللي بتكلم عليهم دول تلعبهم من سنة فاتت بالزبط نحن نتكلم في نوفمبر 2019 بالزبط السنة الفرق دي تأثر على فكرة حالة الانسجام حالة التناغم على قدرة كابتن حسام أنه يوصل فكره يحفظ اللعبة طريقة لعبة أو أسلوب لعب في الفترة التوقف الطويلة جدا أو الغيابة الطويلة جدا على صفو المنتخى وطني التوقف الأولين ده إحنا ما استفدناش منه بشكل بي لكن مع مرور بقى كورونا وعودة النشاط مرة تانية فرق بشكل بي جدا الاستعدادات بتاعت الفرق كل 3-4 أيام جهزت لنا الفرق جهزت لنا اللعبة فالنهاردة الكلام بكل يساعد الكابتن حسام في الجوانب التكتيكية في الجوانب الفنية الجوانب البدنية الجوانب النفسية يعني النهاردة معسكر مفتوح يعني إحنا كمان كابتن حسام في فضل أنه يبقى مفتوح لأن إحنا ما نجيش إلا بمعسكرات المغلق يعني في عشرة أيام 15 يوم يبدأ المنتخب يستوعب ويبدأ المنتخب يحفظ ويبدأ المنتخب تبدأ تحس بحالته إذا كانت الفنية أو التكتيكية لكن النهاردة الدور ساعدنا عودة الدور مرة تانية طبعا بنشكر كل القائمين على عودة الدور وكان ليهم نظرة مستقبلية طبعا فنية والدولة اللي مرجعش ما كناش تأينا الأهلي والزمالك بزبط وبرامد الفواصين نهائيات ما كناش حنوصل بتالت فرق بعض المستوى طبعا وفي نفس الوقت سيدان مواجهة لحضرتك إن النهاردة نظرة جديدة نظرة مستقبلية نظرة مبشرة للمنتخب واجهازه الفني كابتن حسان مع العدين مواجهات بتشوفها مواجهة صعبة مواجهة سهلة ولا مواجهة متقسطة وهو زي مولت أحمد دي دولات يبقاش في فرقة يعني بالسهولة سهلة أفريقا بتتغير بشكل بير جدا كل سبعتين في نسبة تقول لك بتمهر إنه توجه أصعب فرقة موجودة معنا في المجموعة بالضبط وهو ده ده اللي حي خلينا نقابل الصعوبة دي بقى بتركيز بدوافع نحن بيشتغل لما يبقى في مواجهة صعبة لما يبقى توجهة سهلة من ريح حقيقي نحن طول أمرين ممكن متورصين يعني مش الأجيال دي بس وأجيالنا نفس كلام يعني الأجيال السبعنات والتاملنات والنجوم العظام اللي مسلوا منتخب مصر مع الفرقة الكبيرة يعني بتبان زي ما قلت لك أنا فاكر قلت لك ممارات الوداد قلت لك حيبان بقى الفنين الحمرة حيبان دوافع النادي الأهلي في الموقع الكبيرة بالذات مطسوصا شخصية لعب النادي الأهلي شخصية الحقيقة طبعا طبعا فالنهارده نفس الظروف بالنسبة للمنتخبنا القومي طبعا نحيي طبعا الأهلي والزمالك وبنزعلان اللي هم وصلوا له بنحيي الأجهزة الفنية اللي هي قدرت أنها توصل بالتلات أندية لقمة البطولة الأفريقية وده ده ده طبيعي ده طبيعي المصر طبيعي للخريطة الرياضية في أفريقيا أن مصر هي رقم واحد فالنهارده الدوري العام خدم الكابتن حسام وجازه الفني بشكل كبير جدا من ناحية متابعتهم لجميع الفرق بصراحة كان فيه تركيز من جميع الجاز الفني أن هم بيتابعوا جميع الفرق اللي موجودة في الدوري العام عشان يقدروا فيه نوع من الاختيار اللعاب المحليين مع اللعاب الدوليين فالحمد الله ربعا كل الاختيارات اللي الكابتن حسام اختارها تقدر تقول فيها عدالة وشفافية في خلال هذه الفترة ويتستحق هؤلاء اللعابين يمثلوا مصر في مبرات توجه القادمة لفت نظرك موضوع شرط الكابتن ده يعني الكلام العالمي يشيل شرط الكابتن وهل نمشي بالنظام المعمول به بنظام الأقدمية يعني ولا أنه اللعاب اللي عنده القدرة أن يشيل مسؤولية قيادة منتخب مصر ممكن يبقى صلاح بحكم النوم يعني بقى نجمع عالمي وليه بحجمه وليه تأثيره شفت الموضوع ده ازاي وجد نظرك في ايه أنا كنت أتمنى يا أحمد أن أن أحمد فتحي بموجود قائم من ضمن لا ده جزء من الكلمة اللي بتاعي لكابتن مهل أنه فتحي تم استبعاده عشان مشكلة شرط الكابتن عشان مشكلة موضوع الكابتن أنا كنت أتمنى كابتن حسام وطبعا واتحاد القرى أنه هم يحلوا المشكلة دي بشكل كبير جدا اللي التين كباتر اللي التين كباتر وأنا عارف أن محمد صلاح من العبل المتوضعة يعني يعني العيبة عندها أخلاق ولعيبة عندها فكر أنا كنت أتمنى أنهما لو هم موكلوا محمد صلاح في عزيز الجزية أن محمد صلاح يتنازل عن شرط الكابتن أحمد فتح أنا كنت أتمنى أحمد فتحي يبقى موجود مع صلاح أحمد فتحي من ضمن الخبرات اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا وقصون الفترة اللي فاتت أن أحمد ظهر مظهر بصراحة ولا ابن عشر سنة فكنت أتمنى أن موضوع الكابتنة ده مضحناش بمضحيش بأحمد فتحي يعني يبقى صلاح وأحمد فتحي وأنا عارف أن الصلاح في الوقت ده كان حيتنازل لأحمد فتحي على حقه في كابتنة منتخب مصر لكن طبعا يعني أنا معرفش الظروف ضرت إزاي أحمد في خلال الفترة ديت لكن أنا حزين طبعا على رحيل أحمد فتحي كنت أتمنى أحمد فتحي موجود في صفر المنتخب في حسابات قتبتوا غير مفهوم يعني فيما يتعلق بالاختيارات استبعاد بعض الأسماء كان علامة استفهام ضم بعض الأسماء كان علامة استفهام على كل أحوال نتمنى أن الحاجات دي ما تأثرش على مشوار المنتخب وعلى موجهتي توجه قبل ما نتكلم عن المنتخب الأولمبي معك كابتن مهر سمحنا نروح للفصل سريع ونرجع نبدأ كلامنا عن مستقبل مصر المشرق أنا شايف الأولاد اللي حقيقة عندهم بوتانشل عالمي الحقيقة أن هما ينقلوا الكرة في مصر نقلة كبيرة نروح للفصل ونرجع نكامل مع حضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية معلش عذروني قبل ما أدخل في موضوع المنتخب الأولمبي أنا كنت بداردش كده مع كابتن مهر أمام في وقت الفصل بمناسبة أنه نهارده احتفلنا بجونة بوتريكا في الصفاقص والجون ده خد مننا نصيب من الكلام قبل الهوى كتير كابتن مهر كان بيقولي أنه اللعيبة عنده إحساس اللعيبة جوه الملعب في قصة تانية أنت تشوف المطش راح فين مين فرقة أتقل من فرقة لكن اللعيبة نفسها بيبقى عندها إحساس الجول ده اتقرر كابتن محمود الخطيب قرره في التمرين أكتر من عشر مرات فالناس بعد كده يجد لك ده بايلق أو يعني يعني فيها توفي صدفة لا ما فالصدفة ده إحساس لاعب وخبالك هو الحاجات دي في التمرين بيعملها واتقررت ففي المباراة عادية لما جات له خدق بكعبه ورأس خط الظهر وكله بعدين حتوق وبعدين جابا جول النقط ده نفس الإحساس بجول اللي جابته صار نسا بنقول جول أبو تريك ده بطولة في حد ذاته وفي نفس الإحساس لو إحنا سألنا أبو تريكا أو متعب أو شادي أو شادي هيقولك لا دي جملة احنا متعودين عليها في آخر دقايق لما بنحس خلاص الدنيا وقفة نبدأ نلعب القورة طويلة بينط فيها فلافيو بيحوالها بدماغه أو متعب أبو تريكا اللي متابع بقى بشكل إيجابي ولعبها برجل الشمال بقوة لو إحنا سألنا النجوم دول في إحساسه في المرة دي لا إحساس إن فيه جول جاي يعني درجة يعني إنت كنت موجود في الجول ده يا أحمد وقلت أنا كنت موجود وقمت قبل الجول ما ييجي صحيح جالك إحساس إن فيه جول حييجي النفس الشعور برضا يعني إحساسنا كلعيبة إن فيه حاجة جاية الأجواء اللي في الملعب شكل الجمهور الكورة على شمال أبو تريك فيه حاجات كتير جدا أنا طبعا مقدر حجم الضغط اللي متعرض له كانت لعبت الأهلي في ظرف زي ده تلعب في تونس في نهائي والبطولة تقريبا يعني رايح حسابات الورقة والقلم البطولة رايح خلاص إحنا في واحد وتسعيد وإنك إنت يعني تتوفق كده لا يعني ظروف بس الحقيقة ورده أكيد تعب ورده مشوار ورده وراها بالتأكيد حاجات كتير جدا طبعا جهاز فني ولعبين ومجلس إدارة وجماهير نادي الأهلي اللي بتمثل تمانين مليون عايز أقولك إن مش أبو تركة بس وإعماد متعب يا ما قررنا لنا الحدف ده في ديالة تسعين واحد تسعين في لافيو نفس الكلام وفتحي وبركات وفلافيو محمود الخطيب إحنا في جيلنا طبعا وصف عبدو جيل السبعينات إحنا اللي بدعنا اللي هي من ديالة تسعين يعني تورست من جيل السبعينات قعدنا بالضبط حوالي ممكن سبع تامن مباريات بنكسب في ديالة تسعين ده شيء صعب جدا أنا كابتن معه يعني فكرة إنه أنت تبقى بتلعب مباراة وخصوصا ما تبقى نهائي طبعا الجن ده لو كان جيب في ديالة خمسة ما كانش البطولة دي بقى ليها نفس الطعم بتاع الجن في ديالة تسعين يعني برضو عشان ربنا بسبب الأسباب وسبحان الله فضل الجن ده الجن ده هز مصر كلها رحية وفيه جوان كده كتير مشابهة يعني الأهلي دايما عود جماهير وفي بطولات وفي لحظات صعبة جدا تلاقي لعبت الأهلي بس هي الفكرة بقى منين يعني منين بتيجي القدرة على إنك إنت تكسر اليأس أو الإحباط فكرة إنك إنت بتلعب في ظروف صعبة وإنه الوقت خلص والوقت مش مساعدك وكرة معنداك وعبدالتسعين دي بتيجي منين الرغبة اللي مكملة لغاية صفارة الحكم خبرة اللاعبين اللي موجودين وقمتهم اللي في الملعب عندهم الرغبة دي وعندهم الإحساس ده وعندهم الحس ده لعيبة على أعلى مستوى لعيبة لعبة منتخبات لعبة من أفضل لعبة اللي لعبة في أفريقيا يعني النهاردة في الجلد موجود متعب وفلافيو وورا ماوتريك فأنت النهاردة عندك مفاتيح لعب تقدر تقدر تعملك تفوق في أي وقت فما فيش خوف وقل موجود وشادي يعني لا فيه حاجة حاجة تحس كده بالطمأنينة وده اللي فرع مع الجيل ده بالذات إن الجيل ده إحنا عدنا نراهن عليه عشر سنين هنكسب في أي بطولة في أي مكان ضد أي حد فرحونا الحقيقة طبعا مصلاحة كتير طيب أخذك للمنتخب الأولمبي والحقيقة أولاد برضو فرحونا وقدمونا يعني في أوقات كتير جدا الكرة المصرية بتعمل إنجازات بس ما تحسش إنه الإنجاز معه المستوى اللي ترجم الإنجاز ده توصل نهائي بطولة أفريقيا بس كرة اللي أنت تلعبها مش حلوة وبتوصل بصعوبة شديدة جدا توصل كاس عالم بس تقدم عروض للأسف شديد جدا حتى ما كانتش عروض مشرفة لكن الولاد دول واثقين جدا الولاد دول فكروني بولاد اليد اللي خدوا كاس العالم عن جدرة واستحقاق في كلمة جدرة واستحقاق دي أنا شايف إنه منتخب كابتن شاوئي غريب عنده القدرة دي إمكانيات الولاد حلوة بيلعبوا كرة حلوة بيحققوا نتاياك كويسة الأسبوع ده عندهم مطشين مهمين جدا هيلعبوا مع البرازيل مطشين أتمنى يكونوا ممتعين كمان لإنه وإحنا نتكلم على مصر مع البرازيل ذكريات حلوة مش وحشة بالنسبة لها ومصر مع كوريا شايف إزاي كابتن منتخب كابتن شاوئي واستعداده بقى إن شاء الله لسنة مهمة جدا هيشارك فيها في الأوليمبياد لهم ما شاء الله شابه بعض جنز الفني شاوي غريب بخبرته وأداءه والولاد كمان عاملين يعني حالة جميلة جدا معاه قدروا يفرحونا بعد كسا أم فراكال أخفاقنا فيه الفني الأول هنا هم كمان بعديها يمكن بأيام عوضونا الأخفاق دوات عملوا مبارات على أعلى مستوى عصلوا على بطولة أفريقيا شرفونا رحوا للنجوم كمان يعني قدموا نجوم للكورة المصرية ما كانش حد أغلبهم ما كانوش معروفين لكن النهاردة عارفين أسماءهم عارفين وسامة جلال عارفين بكهم عارفين عبد الرحمن مجدي عارفين أكرم توفيق يعني كلهم الحقيقة طاهر وإن كان ما شاركش طبعا مصطفى محمد كلهم الحقيقة ورمضان صبحين كلهم نجوم زي ما قلت يا أحمد نجوم مبشرين والحمد لله رب أمين إن إحنا عندنا جيل يكمل لنا عشر سنة جايين يعني حنباحنا متطمنين من ولاد دول يقدروا يغزدوا الفريل الأول ويقدروا هم كلهم يطلعوا بعد الأولمبيات للفريل الأول يحصل دمج جميل جدا ده حيعمل لنا أنت عاشها لكرة مصرية ده حدينا طمأنينة إن إحنا عندنا صف تاني بالأسماء الجميلة اللي أنت ذكرتها مع خبرة شاوي غريب أو الرجل اللي هو المناسف في المكان المناسف في الفترة ديت هيشرفونا في كاس العالم في الأولمبيات آسف إن شاء الله حيعملونا أداء مميز يؤهلهم هم كمان شايف إن هم راحين ينفسوا كابتن مهر يعني منتخب التشكيل حيك قلتها أبطال أفريقيا دول لما يروحوا ويشاركوا في أولمبياد توكيو الفرقة دي راحة تنافس وممكن تجيب ميداليا ولا راحين لا إن شاء الله بإذن الله رب عمين يعني هم كلهم طموح بشكل كبير جدا حتى كارتن شاوي وجهازوا الفني عندهم طموح كبير جدا إن هم يحققوا حاجة وهو قبل كده إن شاء الله حق ميداليا في الأولمبياد أي مركزات كلام ده مش جديد عليه مركز عالم بالضبط فأنا عاز أقولي إن هم الولاد دول قادرين إن شاء الله وخصوانا هم بدأوا يحتقوا بالدور الممتاز وقالهم تواجد بشكل كبير ومؤثرين في الدور الممتاز فأنا شايف المباراتين جمال اللي بيعملوا مكادشاوي طبعا مدرسة كوريا مدرسة الأسيوية على أعلى مستوى في القرى الأسيوية وبعدين طبعا أمريكا اللاتينية بالنسبة للبرازيل حاجة طبعا مشرفة فأنا شايف إن حتى كمان بقى فيه احتكال قوي مناسب للحاجات اللي إحنا راحل لها أو مناسب للأجواء اللي إحنا راحل لها بشكل كبير يعني إيه المطلوب من كابتن شاوئي في الفترة اللي جاية وإيه اللي يطلبه كابتن شاوئي من القائمين على المنظومة عشان يدعموا المنتخب الأوليمبي هو طبعا اللاجلة الخمسية واضح أو إن هم فيه فيه تنصيق بشكل كبير جدا مع المنتخب الأول كابتن حسام البدري ثم مع كابتن شاوئي غريب وده كان المطلوب إحنا محتاجين يحمد مباريات بهذا المستوى مباريات عشان نقدر كمان نعرف إحنا إحنا فين من الخريطة دي إحنا فين من الاحتكاكل اللي إحنا رايحينه إن شاء الله فأنا شايف إن الدعم بالنسبة للجنة الخمسية واضح أو إن فيه تركيز حتى من معالي الوزير شباب رياضة أشرف صبحي واضح أو فيه اهتمام بشكل كبير جدا بالمنتخب الأول ومنتخب آآ الأولمبي وستات الرئيس كمان محتمم وستات الرئيس طبعا عن رأسهم محتمم برياضة طبعا بشكل بشكل عام لكن فيه دعم كمان كبير جدا لمنتخب الأولمبي فأنا شايف إن الدعم ده إن شاء الله بزملاح حيسمر بقع إن إحنا إحنا متطمانين كمان على منتخب ده اللومبي هو رايح يمسلنا إن شاء الله في توكيو مع ولا ضد فكرة إنه يتم ضم لعيبة أنت عرف إن كل منتخب من حق إنه يضم تلات لعيبة وفيه كلام يتقال كتير جدا فيه كلام يتقال هنضم لا مش هنضم مش هناخد تلات لعيبة هناخد لعيب واحد هنجيب صلاح لا مش هنجيب صلاح أنت مع الفكرة دي وإيه رأيك فيها أنا مع الفكرة دي يا أحمد إن إحنا نضم تلات لعيبة يكونوا خبرات وممكن الخبرات دي تبقى مثلا مثلا في حرص المرمى يعني أنا تمنى الشيناوي بقى موجود وخبلك هندي مركز ممكن مثلا الخط اللي هو الأمام إن إحنا محتاجين فيه هجوم على أعلى مستوى وعندها خبرات زي محمد صلاح زي ترزيجيه يعني إحنا محتاجين حجازي في قلب الدفاع يعني إحنا محتاجين طب ما دفترت لعيبة كده كابتن ما يعني أنا شايف إن الشيناوي رقم واحد شايف إن حجازي رقم اثنين شايف إن صلاح رقم تلاتة صلاح رقم تلاتة طيب أخذك بقى لمطش نهاية الشهر مطش المنتظر مطش الأهلي وزي مالك رأيك فيه إيه وشايف إزاي فترة استعداد للبطولة احنا طبعا هنتبع المنتخبات وهنتطمن على لعبتنا لأنه يمكن فرصة كمان اللعيبة تحافظ على الفورمة العالية اللي وصلوا لها بالنسبة للدوليين يعني لكن فترة الاستعداد عموما كابتن ماهر إزاي شايف من ناحية نفسية ومن ناحية طبعا البدنية والفنية بص إحمد أهم الفرقتين قريبين أوي متشابهين في كل حاجة يعني من ناحية القيادة الفنية هتلاقي أن موسيماني لسه جاي وهتلاقي باتشوكا لسه جاي الاتنين عاملين حالة في الفرقتين بشكل كبير جدا من ناحية الفنية من ناحية الخططية النمرة الثلاثة الفرقتين قريبين بعض في حرص المار ما تحس إحنا عندنا الشناوي هم عندهم حارس مرمل aman أساسي بالقتر letzte متشابهين بشكل كبير لكن طبعا الشنوي بيفرق عن أبو جبل بشكل كبير خط الظهر اللي عندنا قريب قوي من خطة الظهر نص ملعب نتزا ملك قريب من نص ملعب نتزا ملك الحتة القدامين عندهم مفاتيح لعب مميزة إحنا عندنا مفاتيح لعب مميزة أول مرة القطباي يقربوا مبعض بشكل بير جدا من ناحية الفنية من ناحية التكتكية من ناحية اللاعبين نتمنى بقى القرب ده يخرج لنا إخراج تسعين ديه الفير بلي رقم واحد شعار هذه المباراة الفير بلي الروح الرياضية العالية اللي احنا أكبر ناديين موجودين في القرى الأفريقية محتاجين بقى العناصر اللي موجودة معظمهم من منتخب اللومبي ومنتخب الأول اللي نادي لها ليه نفس الكلام بالنسبة لنادي زمالك منتخب اللومبي ومنتخب أول محتاجين إخراج بقى نهاية أفريقيا يبقى زي مثلا مباراة الإمارات اللي كانت في كاس السوبر أهل وزمالك شوفوا التنظيم من جمهيركا العام إزاي شوفوا الأداء نتمنى نشوف حيث يتوقع يبقى في جمهير في اللقاء نا صعب جدا نتوقع لكن نفس كنت تتمنى طبعا عشان نستستمتع في هذه المباراة الصورة تكمل والدبلويت وعملنا ما والله بطولات أفريقيا بجمهور وكات الدنيا شيك ومنظمة تلتزم بشكل جمهور الأهل لجمهور الزمالك يعني طبعا أنا أتمنى يا أحمد إن المباراة دي تبقى مباراة للتاريخ اللي يكسب نقوله مبروك واللي يخسر نقوله هارد لك لكن نسيب بصمة بقى فعلا إن القرى المصرية يعني نقول مبروك للأهل ونقول لجمالك هارد لك نتمنى طبعا بإذن الله وإنا قلت إن احنا متقابل قبل المباراة عشان ببقشين حلوا عن هذه الأهل إن شاء الله ان شاء الله يكون لها لقاءات تانية وإن شاء الله كل التوفيلة أبطالنا ورجالتنا يعني زي ما قال كابتن ماهر متفق معانه الكافتين لأول مرة من السنين طويلة يكونوا قريبين إلى نوعا ما من بعض لكن في وجهة نظري إنه رجالة الأهلي عندهم ميزة كبيرة جدا بداية طبعا علاقتنا الإبادية بالبطولة دي وبالتتويج ده والأهم إن إحنا لما بندخل بطولة لازم نحارب عليها الأهم إنه رجالت الأهلي دايما عندهم روح الأبطال